الريبوت تم استخدام الريبوت بسنوات ماضية لكن اليوم سنتحدث أكثر عن استخداماته وأيضا يوم دخول الذكاء الاصطناعي أيضا بهذا الموضوع حكمنا اليوم دكتور طارق توتنجي وهو عميد كليلت الهندسة التكنولوجية من جامعة الحسين التقنية صباح الخير دكتور يا طفاق صباح النور أهلين صباح الخير دكتور كل عام انتبأ الفخير إن شاء الله سنة قادمة فيها كثير انجازات على مستوى التكنولوجيا المعلومات شكرا لك وفي جامعة الحسين أو في الوطن أو في العالم لأنه بهمنا أنه العالم كله يعني يتقدم بشكل خير للإنسانية لكن الريبوت الحقيقي احنا بنسمع فيه من فترة طويلة ومرات يلتبس علينا مفهومه أو تعريفه يريد يا دكتور لو تحكي لنا ما هو الريبوت؟ أكيد أول شي صباح الخير يا حبار السلام عليكم صباح الخير وأنا بسعدني أكون بالتفزيون الأردنية حياك الله الريبوت منقدر نعرفه كآلة ميكانيكية تمام يتم برمجتها عشان تقوم بعمل معين يمكن العمل هذا يكون أوتوماتيك ومتكرر ويمكن يكون عن طاق أوسع بحيث الريبوت تكون عنده الحرية بالتحرك للوصول للهدف المراد منه نعم نعم طيب دكتور هذا ما تفضلت اليوم نتحدث على معلومات ضخمة والتعامل مع داتا كبيرة جدا اليوم نتحدث عن التطور في مراحل الأولى ولغاية اليوم بوين وصلنا بهذا الموضوع أكيد نرجع شوال الروبوت عشان نوصل للتكنولوجيا كيف تقدمته كيف العلم تطور اكيد تطور الروبوت فيه أربع أزائسية فيه عندك البناء الميكانيكي اللي هو الفريم البلتز وفيه عندك المجسات اللي هي الأجزة تكون بقراءة وضع الروبوت من ناحية سرعته من ناحية موضعه من ناحية القوة تبعته وبتقرأ برضو بيئة حوالين الروبوت وفيه الإلكترونيات وفيه المحرك أو الموتور الكهربائي الأكشي اللي بيحرك الروبوت وفيه العنصر اللي بدي أحكي الأساس بش الأساس البرين تبع الكمبيوتر هو الكمبيوتر أو المتحكم الدقيق اللي فيه البرنامج نعم هذا البرنامج الموجود جوال الروبوت بناء على القراءات اللي بخدها من المجسات بأخد قرار كيف يحرك الروبوت وبأي مسار يمشي وبأي محل يروح وكيف يحرك حاله هلأ طبعا التطور للتكنولوجيا خلى الروبوت يصير روبوت ذكي نعم نرجع للتطبيق الروبوتيات بلش بالستينات تقريبا بالصناعة كان حركته أوتوماتيكية وحركة مبرمجة تحرك بطريقة معينة ما بيفكر ثابتين طريقة ثابتين مكرر أوتوماتيك لما دخل التطور التكنولوجي ودخل الذكاء الآلة وتعلم الآلة صار الروبوت ذكي صار الروبوت بناء على المعطيات تبعته نعم نشوف مجموعة من الفيديوهات هلأ ممتاز هذا واحد هلأ في عدة أنواع من الروبوت هذا الروبوت أو روبوت صناعي صناعي هذا موجود عندنا بجامعة حسين التقنية هذا الروبوت بسموه برضو مني بليتر فيه ذراع معينة ذراع عشان بيقوم بحركة معينة بيأخذ قطعه وبيحطه بمحل تاني أو بيركب قطع فوق بعض هذا الروبوت يستخدم بالصناعة وعدة استخدمات منه بالاستخدمات الصناعة الدوائية بصناعة الدواء الكهربائية كي بيعمل دواء الكهربائية كي بركب القطع على الداء الكهربائي وبصناعة الصيارات كي بيحمل الصيارة كي بيحمل واكد Shaw هاي واحد من نوع الروبوت هناك الروبوتيات تانية فيهوا روبوتيات المتحركة الروبوتيات المتحركة زي الروبوتيات متحركة الأرضية اللي هي والروبوتيات المتحركة الجوية نحن بمجالنا بجوز الذي يجوز hade الأ попال وهذا الدرون بالضبط واحد من الروبوتس اللي منستخدمهم هاي منحكي عنا الاريالروبوتس نعم الانماند ايرروبوتس وفي لها تطبيقات كثير طبعا بالتصوير وطبعا بتطبيقات عسكرية وتعمل زي مراقبة الحدود مثلا زي طائرة بدون طيار هاي اللي زي هلا هذا مختبر للدرونز مختبر الدرون روبوتكس بجامعة الحسين التقنية وبنشوف هون الطلاب بيركبوا روبوت كامل بيجيبوا الكاردبورد بقصوه وبركبوه بحطوه على الالكترونيات وبيبرمجوها فمشوف هذا فيكس وينغ هذا يسمى فيكس وينغ في شي بسموه طائرة بدون طيار برضو هي تعتبر من الروبوتس طائرة هي الانماند ايري فيك في الحقل العسكري ميم وهدول الفورك وهدول عنده أربع مراوح كواتكوبترز هلأ مشت قبل شوي كتير كتير منتشرة وفيها لتطبيقات واسعة دكتور تحدثت عن جامعة حسين التقنية الآن برأيك إلى أين وصلنا الآن في المملكة الأردية الهاشمية بهذا التطور ومواكبة التطور بالروبوت زي ما تفضلت هناك تحديثات كثيرة بكل فترة معينة وأيضا يوم نشوف ريبوت محاكاية نقدر نحكي معه في بعض الدول تحدث عن هذا الموضوع ولو وصلنا اليوم بالجامعات سؤال كويس وهنا خلينا نحكي عن كيف بنعلم الروبوتكس شو بنعلم بالجامعات الأردنية طبعا الروبوتكس يدرس بالجامعات الأردنية أنا بركز على كيف شو بندرس بجامعة الحسين التقنية تعلم الطالب اللي رح سير مهندس مستقبل روبوتكس لعدة مجالات عمل في عندك مجال عمل المهندس روبوت أو التكنشن للروبوت مهندس الروبوت هو اللي بيقوم ب بناء الروبوت تصميم الروبوت التكنشن هو اللي بيقوم بيعمل عملية فحص للروبوت في عندك مشغل الروبوت اللي بشغل روبوت وفي عندنا مبرر هون في صورة ثانية طالعة بنفس الوقت هاي هاي هذا برضو Assessment في جامعة الحسين التقنية هؤلال طلاب سنة أولى طلاب سنة أولى نعم سنة أولى من أول سنة بيجي الطالب عنا وبنعلمه كيف يبرمج روبوت بسيط هذا روبوت أرضي له عجلاتها بتلاقي الطلاب كيف يبرمجه بيشتغلوا كفريق عشان يركبوا الروبوت ويبرمجوا عشان يمشي بمسار معين فتعليم الروبوت لابد أن يكون تعليم تطبيقي احلمهم عنا بجامعة حسين تقنية أنه ندرس الطالب اللي بيصير مهندس لسوق العمل فتعليمنا للروبوت طبعا لازم نعطيه نظريات رياضيات الشغلات الأساسية ولكن ما مندخل بالتفصيل فيها مندخل بالضبط كيف يبرمج الروبوت وكيف يشغل الروبوت وكيف يختار الروبوت المناسب للطلب المناسب أو الهدف المناسب نعم نعم احنا بمرحلة يعني زمان كان موضوع الروبوت وشكل أشكال خيال علمي كنا نقية لأنه يريد في حدا مثلا يشيل عن الإنسان جزء من مهام وكانوا لما يجيبوا لنا أهالينا لعبة هاي هيك بتتعبى ويسي يمشي لحاله كنا ينبهر هذا كان كور ميكانيكل أول روبوت بجزء بالعالم كان فهلأ صاروا يعملوا عمليات جراحية دقيقة يعني موضوع الروبوت قد يستفيد الروبوت الآن من موضوع الذكاء الاصطناعي طبعا الذكاء الاصطناعي صار شغلة أساسية بالروبوت وهذا من تطورات الروبوت الذكاء الاصطناعي بيخلي الروبوت يأخذ قرارات من المجلسات الموجودة بيقرأ حالة الروبوت وبشوف البيئة الحواليه بيأخذ قرار أي أنسب قرار بأي كيف يمشي وكيف يتحرك كم مثال على ذلك هلأ في عندك السيارة التي تسوق لحالة بدون سائق هاي السيارة ومنتشر هلأ كثير في سيارات جوجل وموجودة بأمريكا بكاليفونيا وأحنا بجامعة الحسين التقنية بدأنا نشتغل على المشروع برضو سيارة جبنا سيارة من كيا ومنرتبها عشان تصير تمشي إن شاء الله لحالة فالسيارة بتأخذ غرارات كيف هلأ السيارة بالسنسز الموجدين بتعرف موقعها بتعرف سرعتها وبرضو بالكاميرا الحواليها بتعمل سكان للأيري حواليها بالكاميرا والليزر والألترسوني بتعرف الأسام الحواليها بتقدر تعرف القراءات الستوب ساينز بتعرف كل القراءات وتأخذ قرار كيف تمشي أي سرعة تمشي كيف توصل للمساري البداية بأفضل طريقة وطبعا تتحاشى أي أوبجيكس قداما نعم أنت فضلت دكتور أنه إحنا اليوم بجامعة حسين التقنية عم نشتغل على سيارة زي هيك يعني إحنا اليوم قاعدين بنمشي بطريق صحيح وطريق مستمرين فيه هل حصدنا على جوائز بهذه المسابقات رح يكون في المسابقات عالمية ودولية مشاركاتنا كطلبة أردنيين وجامعات أردنية أيضا جامعة حسين التقنية أكيد طبعا في عدة مسابقات حسين التقنية جوائز أرجع شوي لموضوع السيارة الآن إحنا عملنا أبحاث لروبوت صغير زي شفنا بالصورة هاي بمشي بطريقة معينة بعمل سكانينج وبشوف الكاميرا أنسون هلأ تطبيقه على السيارة الكبيرة ها بيصير هنا للشالنج تبعك عشان أنت عندك السيارة الكبيرة إنيرشة تبعتها عالي والتحكم فيها أصعب بالنسبة للمسابقات في عدة مسابقات عنا على مستوى الوطن وإحنا بجامعة حسين التقنية عنا برضو مسابقات خاصة بالروبوتكس طبعا جامعة الحسين التقنية عنا طلابنا اللي نفتخر فيهم بس برضو إحنا بنفتح المجال لكافة الطلاب جامعة الأردينية المختلفة حتى للمدارس يجي جامعتنا ويشتركوا بالمسابقات عشان إحنا عنا مسؤولية للمجتمع عن المسؤولية تعليميا بجامعة حسين التقنية بمختبراتها الموجودة وبخبراتها تكون يعني موجودة لكافة الطلاب الأردينية بحبوا يتعلموا فيها ويشوفوا المختبراتها عنا مسابقة من المسابقة كبيرة اسمها سوما روبوت بلشت أول مرة بسنة 2022 وبعدين 2023 السن الماضي كبرت كثير صارعا مستوى الوطن معروفة في عنا 2023 اشترك 150 فريق من 40 مؤسسة أردنية جامعات ومدارس واشترك فيها 700 طالب المسابقة بيكون عبارة عن في حلبة وفي فريقين كل فريق بصمم وبصنع روبوت معين وبرمجه والبوز هو اللي بيقدر يتفش الروبوت المنافس اللي بره الحالة فبدخل فيها تصميم بدخل فيها برمجة بدخل فيها عمل فريق وبدخل فيها استراتيجية هاي واحدة من المسابقات المعروفة عنا بالـ في عنا مسابقة تانية رح نطلقها أول مرة السنة هاي هي برضو حكيت عنها بالـ الروبوت المطير عنده أربع مراوح هاي رح تكون أول سنة فقط على مستوى جامعة الحسين فقط طلاب جون حسين التقنية كيف يصميه كيف يبرمجه كيف يطيره كيف يصير فيه سباق بحلبة معينة كيف يوصل لنقطة معينة والله موضوع الروبوت موضوع مثير للاهتمام جدا وأصبح يعني إحنا حتى كأشخاص عم بريحنا موضوع الروبوت بشكل كتير كبير واحدة من الأشياء مثلا اللي ساعدت النساء أنهم يكونوا أكثر راحة موضوع الغسالة الإثوماتيكية مثلا هي شكل من أشكال الروبوت تاخد مهام مختلفة وغيرها لكن هل في توقعات وخصوصا إحنا مقبلين على العام 2024 أنه تنتقل موضوع أنه بريح الإنسان لمرحلة أنه يستبدل الإنسان دكتور طارق هلأ استبدال الإنسان إنسان راح ضل موجود الحمد لله رب العالمين يا رب إن شاء الله يستبدل بعض الأمور يشتغل فيها الإنسان مش كل شيء طبعا كثير بالصناعة كانت الإنسان بيعمل شغلات متكررة أوتوماتيكية صار الروبوت يعملها هلأ زم حكيتي بالبيت هلأ صار في عندك المكنسة الكهرباء المكنسة الكهربائية بصف تمشي وتمشي الحالة وتعمل تحت الكنبايات تريح ست البيت نعم صحيح أكيد في تطبيقات كثير أكيد للروبوت ومع تقدم التكنوليون يدخل الروبوت عندنا برضو بالخدمات بالمنزل أو بالصناعة أو يعني عدة عدة مجالات يدخل فيها الروبوت أكيد والروبوت موجود ويطور سؤال الأخير وسريع أنا سمعت اليوم تحدث عن سوق العمل والشباب الأردني اليوم وين موجود بسوق العمل وهل توجد فرص عمل بهذا المجال ممتاز هذا سؤال ممتاز هو منرجع الهدف التعليم للروبوت الروبوت طبعا موجود زي ما حكينا في عدة منتجات بالصناعة لا بد نعلم الطالب يكون جاهز للتكنولوجيا الحديثة والروبوت أساس فيها الروبوت موجود بالصناعة وموجود بالخدمات ونحن ندرب الطالب كيف يبرمج أهم شيء برمجة الروبوت وتشغيل الروبوت وهذا نحن معلم الطلاب إن شاء الله نشوف أجيال شاطرة في هذا الموضوع بهمتكم شكرا جزيلا شكرا